السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة بقى الفيديو بتاعنا مختلف هوريكو ازاي نعمل مع بعض المنقاش بتاع الكحك اللي هو اللي انا مسكاف ايدي ده اللي بنقش بيه الكحك اللي قدامكو ده طبعا كده علشان نستعد للفيديوهات بتاعت العيد المنقاش ده هعمله معاكو بطريقة سهلة خالص بمكون موجود كده في كل بيت وبنرميه اساسا مش بنحتاجه لكن هنعمله النهاردة مع بعض بطريقة سهلة خالص ازاي هنعمل مع بعض منقاش العيد علشان نعمل بيه الكحك بتاع العيد يلا بينا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي انا احتاج بس غطى اي علبة معلبات عندكم اللي هي علبة صلصة علبة طماطم علبة تونة اي غطى علبة معلبات وهجيب بقى دلوقتي مقص كده وهبدأ ان انا اقصه هقص الطرفين واخد بس المنطقة اللي في النص وبعد كده حاول ان هم يكونوا متساويين بالشكل ده كده تمام خلاص كده بيكون جاهز معنا هتنيه بقى دلوقتي من النص واخليه متساوي كده بالشكل ده بس مش هتنيه قوي وبعد كده هجيب العصايا بتاعت الشيش طوق وحطها في النص كده وهجيب البنسة او اي اداية عندكم بحيث ان انا اضغط كده فيعمل زي فتحة من النص كده زي ما هتشوفوا دلوقتي خلاص كده بيكون جاهز دلوقتي بقى يلا بينا نعمل الجزء اللي تحت اللي هو الجزء المشانشر ده اللي بنجهز بيه او بننقش بيه الكحك ده بيكون شكله معنا هنجيب بقى دلوقتي مقص كده وهبدأ بقى دلوقتي اجهز كده الجزء اللي تحت اللي بننقش بيه الكحك هنفتحه الاول تاني كده بس ما تفتحهوش قوي يعني احرصه ان الافلة اللي عملناها من فوق تفضل زي ما هي وهجيب بقى دلوقتي المقص وهبدأ اعمل كده زي سبعات وتمانيات كده علشان اللي هو الشكل بتاع المنقش يعني اللي بننقش بيه بالطريقة دي كده بعد ما عملت كده اللي هي الجزء الاولاني اللي هو على شكل سبعات وتمانيات كده دوبالكو علشان ايديكو متتعورش وتعملو بالراحة كده هقفل بقى دلوقتي القطع التانية فوقها كده وهامشي على الاجزاء اللي انا قصتها بالمقص واعمل نفس الفتحات بالزبط كده علشان يكونوا متساويين لو عايزين تحطوا الطبقتين فوق بعضه وتقصوهم على طول مرة واحدة كده مفيش مشكلة زي ما انتو عايزين بس تحاسبوا برضو على صوابقه علشان ما تتعورش خلاص كده بيكون جاهز معانا بقى دلوقتي المنقش هنجيب بعد الوقتي بعد ما اسقصنا كده الطبقة اللي تحت وعملناها كده بالشكل ده هجيب تاني البنسة وهبدأ ان انا اضغط عليها كده علشان ما تبقاش حده وتبوز شكل الكحك واحنا بننقشه بيكون معانا بالشكل ده شايفين ما شاء الله جميل جدا بجد انا سعيدة اوي ان انا عملت المنقش ده لان دورت عليه كتير اوي هنا وملقتوش فقررت بقى السنة دي ان انا اعمله خلاص كده جاهز معانا المنقش هوريكم بقى دلوقتي ازاي ننقش الكحك طبعا وصفة الكحك دي ان شاء الله هنزلها الفيديو اللي جاي بيكون معانا بقى زي ما انتو شايفين كده وزي ما انتو شايفين سهل خالص في التناقش اعملوا بقى النقش اللي عليك اظن ما فيش لاسهل ولا اسرع من كده فكرة سهلة وجميلة جدا عملنا من غطى علبة المنقش بتاع الكحك اتمنى يكون الفيديو عجبكو وكمان ساعدكو كده ان انتو تعملوا المنقش بطريقة سهلة تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وكمان ترفعوا الفيديو بتعليقاتكو الحلوة علشان يوصل للناس ويستفادوا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته